بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمية 2-3 معكم معلماتكم العنود ناصر عتابين ورحب أستاذة لغة الإشارة نسرين النصار اليوم بإذن الله سيكون درسنا تكملة البوليمرات إذن التفاعلات المستعملة لصناعة البوليمرات نحن في الباب الثاني مشتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعلاتها وصلنا إلى آخر درس فيه وهو البوليمرات أخذنا في الحصة الماضية البوليمرات عصر البوليمرات والوحدات المتكونة منها البوليمرات وهي المونيمرات اليوم سيكون بإذن الله تفاعلات البلمرة البلمرة بالإضافة البلمرة بالتكثف والبوليمرات الشائعة عنوان الدرس بالبوليمرات الفكرة الرئيسة فيها البوليمرات مركبات غضوية كبيرة تتكوم من وحدات مرتبطة معاً تكون بشكل متكرر عن طريق تفاعلين إما الإضافة أو التكثف حققنا الهدف الأول وهو ترسم العلاقة بين البوليمر والمونيمر وصنكم له اليوم بإذن الله ثم تصنف تفاعلات البلمرة إلى إضافة أو تكثف تتوقع خواص البوليمرات اعتماداً على التركيب أو التراكيب الجزائية ووجود المجموعات الوظيفية فيه مراجعة المفردات الكتلة المونية كتلة مون واحد من المادة مفرداتنا الجديدة ستكون تفاعلات البلمرة البلمرة بالإضافة البلمرة بالتكثف نسترجع مع معلوماتنا عن الانفكرة الرئيسة وهي البوليمرات الصناعية مركبات عضوية تكون بشكل متكرر ومرتبطة معاً عن طريق تفاعلين إما الإضافة أو التكثف مثلاً على ذلك وضحناه هو كيف نكون السلاسل والأساوة سيكون عبارة عن ارتباط جزئات صغيرة معاً بنفس الطريقة هناك بعض المركبات العضوية ترتبط معاً بجزئات صغيرة جداً تسمى المونيمرات وتكون سلاسل طويلة تسمى البونيمرات طبعاً عن طريق تفاعلين إما تفاعل الإضافة أو تفاعل التكثف أيضاً طرحنا هذه الصور لنسترجع المعلومات قليلاً أقمشة النايلون وأخيوط البوليستر وأخيراً الفينيل المستخدم في المنازل هذه كلها تشترك في أنها جميعها مصنوعة من البوليمرات نسترجع معلوماتنا أيضاً في تعريف البوليمر وهو عبارة عن جزئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية وتكون متكررة هنا صورة لبعض البوليمرات ماذا يشير الرمز N في هذا الوحدة؟ واليوم سيكون هنا توسع في هذه الفكرة نستعمل الرمز N بجانب الوحدة البنائية للبوليكربونات ليشير إلى عدد الوحدات وسنوضحها اليوم بشكل مفصل تصنيف التفاعلات أو تصنيف البوليمرات طبعاً هنا ارتباط في هذا الدرس ودرس بإذن الله قادم سيكون وهو لدينا نوعين من البوليمرات بمبلمرات طبيعية ومبلمرات صناعية الطبيعية ستكون النشا والسليلوز والبروتينات والصناعية تكون البلاستيك والألياف الصناعية سنعود بعد فترة لهذا التصنيف في الدرس الخاص بالنشا والسليلوز والبروتينات تفاعلات البلمرة مجموعة الذرات المتكررة الناتجة عن ترابط المونيمرات تعريف البوليمر تعريف البوليمر مجموعة الذرات المتكررة الناتجة عن ترابط المونيمرات معنا إذن نعيد هنا تفاعلات البلمرة هي التفاعلات التي ترتبط فيها المونيمرات معنا ما هي المونيمرات؟ هي وحدة بناء البوليمر ما هو البوليمر؟ هو مجموعة الذرات المتكررة الناتجة عن ترابط المونيمرات معا ما تصنيف التفاعلات في البذمرة تفاعلات الإضافة والتفاعلات التكثب بالمناسبة هنا لنقارن مع التفاعلات الخمسة في المشتقات المركبات العضوية وهي الاستبدال، التكثب، الحذف، الإضافة والأكسدة والاختزال بالنسبة للبوليمرات سيكون لدي تفاعلين إما تفاعل إضافة أو تفاعل تكثب الآن وضح العلاقة بين المونيمرات والبوليمرات الآن ركز معي المونيمر الأول هنا باللون الأحمر والمونيمر الثاني باللون الرمادي لاحظ عندما يكون هنا ترتيب معين باشتراك المونيمرين معا أحمر رمادي، أحمر رمادي إذن جزء أحمر جزء رمادي جزء أحمر جزء رمادي بالترتيب إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة أسميه هنا بوليمرات مختلطة بترتيب معين إما أن تكون بشكل طولي أو بشكل متفرع إذن نوعين إلا بشكل طولي أو بشكل متفرع هنا بوليمرات متجانسة كلها هنا باللون الأحمر أو كلها هنا باللون الرمادي إذن أيضا بشكل طولي سلسلة طويلة أو تكون بشكل متفرع هنا المتجانس كذلك أما تكون بشكل طولي أو سلسلة وهنا أيضا بشكل متفرع إذن هذا يعطيني أن البوليمرات عبارة عن نوعين متجانسة ومختلطة بوليمرات متجانسة وبوليمرات مختلطة متجانسة تكون نفس الوحدة نفس الوحدة إذن تتكون من سلسلة طويلة مكررة من نفس وحدة البناء من نفس وحدة البناء فأقول عنها متجانسة نفس النوع ولكن البوليمرات المختلطة يرتبط اثنين وممكن اكثر من اثنين ارتباط اثنين او اكثر من المونيمرات هنا لاحظ انه بشكل متناوب بشكل متناوب لا يكون لونين احمر بنفس مرتبطين ببعض لا يكون هنا فيه تناوب بينه وبين المونيمر الثاني مثال على ذلك الياف البوليستر والنايلون اذا عدد انواع البوليمرات طبعا لم تذكر في الكتاب بشكل واضح انما كنت ذكرت بالصورة فانت تستطيع استخلاصها بوليمرات متجانسة وبوليمرات مختلطة المتجانسة من نفس نوع البوليمر يكون نوع البوليمر واحد المختلطة يكون نوعين او اكثر من نوعين البوليمر مثلا على ذلك مثلا في هذه الصورة لاحظ معي اللعبة لعبة الاطفال مصنوعا من البولييثيلين وهو مادة غير سامة وايضا هنا ميز لها انها غير قابلة للكسر فاسم البوليمر بولييثيلين كثافته منخفضة هذا البوليمر كثافته منخفضة خفيف جدا على اطفال تحضيره ببل مرة الايثين تحت ضغط عالي الان ركز في الاسم اسمه بولييثيلين بولييثيلين بولي يعني تكرار ايثيلين يعني المركبة التي تكون منها اساسا فالتحضير ببل مرة الايثين تحت الضغط تكون ضغط عالي يستعمل الايثيلين الاساسي المصنوع منه البولييثيلين يستعمل الايثيلين كمادة اولية لتحضير وانتاج البولييثيلين رباعل في ثلاث طيب استعمال بولييثيلين رباعل في ثلاث في صناعة العبوات البلاستيكية اذا التحضير نعيد ببل مرة الايثين تحت ضغط عالي في ماذا يستعمل الايثيلين كمادة اولية لتحضير وانتاج البولييثيلين رباعل في ثلاث هذا هو بولييثيلين رباعل في ثلاث يستعمل في صناعة العبوات البلاستيكية البولي إثيلين يستعمل في ألعاب أطفال غير قابلة للكسر نعيد هذه الشريحة من جديد البوليمر اسمه بولي إثيلين صنع من بلمرة الإثين البولي إثيلين استخدامه في ألعاب الأطفال غير قابلة للكسر اتهينا من البولي إثيلين نعود الآن إلى الإثين نفسه الإثين نفسه هو مادة أولية لتحضير وإنتاج البولي إثيلين رباع الفثلات البولي إثيلين رباع الفثلات تستعمل في صناعة العبوات البلاستيكية مثلاً على ذلك استعمالنا لصنع البولي إثيلين وهو المستعمل في ألعاب الأطفال غير قابلة للكسر طبعاً لدينا نوعين من تفاعلات البلمرة الإضافة والتكفف نبدأ بالإضافة البلمرة نوعها بالإضافة أولاً تعريفها التفاعل الذي تتكسر فيه الروابط غير المشبعة بما أنه إضافة إذن يوجد روابط فيه غير مشبعة فتتكسر فيه الروابط كما في التفاعلات الإضافة العادية إذن إضافة إذن هناك مجال أنني أضيف جزيئات معنى أنها غير مشبعة ما الاختلاف بينه وبين تفاعلات الإضافة العادية؟ ما الاختلاف بين البلمرة بالإضافة وتفاعلات الإضافة؟ في البلمرة الجزيئ الثاني المضاف هو نفسه الجزيئ المادة نفسه لكن في التفاعلات الإضافة التي نستخدمها سابقاً يكون هناك اختلاف قد يكون هاليد الهيدروجين قد يكون هالوجين قد يكون مركب آخر مثل تفعل فتعطيني أشياء أخرى غير المادة نفسها لكن في البلمرة يكون نفس المركب فأضيف نفس المركب إثيلين 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 فتتكرر أكثر من مرة فهذا هو المقصود بالبلمرة بالإضافة هل يتنفق ذرات هنا؟ هنا لا تفقد الذرات إذن تبقى جميع الذرات في المونيمرات في تركيب البولمر تبقى في تركيب البولمر مثال المونيمر الإثيلين وهو ينتج البولي إثيلين تركيب البولي إثيلين مما يتكون ترتبط ذرات أو مجموعات من الذرات بالسلسلة لتحل محل ذرات الهيدروجين إذن هذا هو تفاعل بالإضافة نركز على أن الجزء الثاني يكون هو نفسه نفسه المادة وأنها لا تفقد أجزاء من الذرات ومن المركب نفسه مثال هذا هو المركب الإثان الأساسي عندما أحذف ذرتين هيدروجين يعطيني إثيلين فإثيلين مع إثيلين أعطاني متعدد إثيلين ماذا لو وضعت خمس جزيئات؟ مثلا سيعطيني خمس حرف لأن هنا ستكون خمس جزيئات من الإثيلين إذن هنا لاحظ أنه نفس المركب نفس المركب إذن بدأنا من ألكان وصنعت منه إثيلين أو ألكين بعد ذلك كررت الوحدات لاحظ الآن هذا هو الإثيلين انظر الجزء الأول إثيلين إثيلين الثالث الرابع الخامس إذن كم ستكون إن؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن إن ستكون خمسة ماذا لو كانت عشرة ألاف؟ جزء متكرر إذن إن ستكون عشرة ألاف وهكذا على حسب الوحدات المتكررة لاحظ أنها نفسها في كل مرة تتكرر نفس المادة في كل مرة تتكرر وترتبط معا طبعا هنا لاحظ أن الرابطة هنا ثنائية عند الارتباط تحولت إلى أحادية فتكررت الوحدات وعطتني بولي إثيلين أي إثيلين متكرر البوليمرات الناتجة عن عملية البلمرة بالإضافة طبعا هذا الجدول الموجود لديك في الكتاب جميع التفاعلات موجودة فيه بالإضافة ما عدا آخر مركب سنوضح أولا بوليكلوريد الفينيل بوليكلوريد الفينيل بي في سي استعمالاته في أنابيب بلاستيكية تغطية اللحوم المفروشات ملابس ضد المطر جدران المنازل وخاراطيهم المية طبعا لاحظ هنا بوليكلوريد لاحظ أنه موجود فيه الكلور ومتكرر حسب المركب لاحظ هنا المركب الثاني بولي أكريلونيتريل يستعمل في الأقمشة في المنابس في المفروشات والسجات لاحظ موجود رابطة ثلاثية فيه نيتروجين مع الكربون هنا سي ايج تو هنا سي ايج تو هنا سي ايج تو لاحظ هنا امتداد البوليمرواء هنا في خارج القوس المربع بوليفينديلين كلوريد في تغليف الطعام والأقمشة لاحظ كلور هنا اثنين بعكس الفوق كان عندنا واحد فهذا المركب الثاني الآن بوليميثيل ميثاكرالايت في الزجاج غير قابل للكسر النوافذ العدسات والتحف الفنية لاحظ المجموعة الموجودة فيه وهو سي دبل بوند او او سي اتشي ثري طبعا حسب التكرار موجود هنا مثل ما قلنا في العدسات بوليبروبيلين بي بي أوعية المشروبات الحبال وأدوات المطبخ لحظ أنه هنا لا توجد فيه أي مجموعات وظيفية أو هاليد أو أي شيء آخر بوليستايرين بي اس وستايرين البلاستيك في رغوة التغليف والعزل وأوعية النباتات حاويات لحفظ الطعام وعمل النماذج لاحظ أنه يحتوي على حلقة هنا مركب الأخير بولياثيلين رباعل في ثلاث بي اي تي في زجاجات العصير والحليب في الإطارات في الملابس في أوان الطعام التي تستعمل مرة واحدة لاحظ أنه يوجد هنا أيضا المجموعة الوظيفية لاحظ موجودة فيه وجود أيضا حلقة فهذه تكون الوحدات هنا متكررة بالإضافة نفس المركب سيضاف بكل مرة النوع الثاني من تفاعلات البلمرة هو بالتكثف إذن تفاعل بالتكثف تعريفها هي التفاعلات التي يحدث أو الذي يحدث عندها عندما تحتوي المنمورات على اثنين من المجموعات الوظيفية على الأقل وتتحد مع النقف قليلا تكثف سبقا درسناه عندما تفاعل الكحول مع الحمض الكربوكسيلي فأعطاني إستر ونسحب جزء ما هل سيكون هنا نفس الطريقة؟ نعم سيكون هنا فقط جزء ما إذن يصاحب هذا التفاعل فقط جزء ما مثال على ذلك النايلون حضر أول مرة في عام 1931 ميلادي النايلون أصبح ماددة شعبية لأنه يمتاز بالقوة كذلك يمكن سحبه على شكل خيوط تشبه الحريق نايلون 66 وهو نوع من أنواع التفاعلات التي يحدث فيها التكثف في البوليمرات يتكون أحد المونيمرات من سلسلة في نهايتها درة كربون يرتبط معها مجموعة كربوكسيل المونيمر الآخر هو سلسلة تحتوي على مجموعات الأمين في كلتا النهايتين وتتكون مجموعات أمايد حيث ترتبط مع وحدات فرعية من البوليمر ويتم تكوين أوفق جزء ما مقابل كل أمايد تتكون فلاحظ هنا في الفقر الأولى يقول يحتوي على مجموعة كربوكسيل هذا هو حمض الأدبيك الفقر الثاني يقول يحتوي على مجموعتين أمين فلاحظ هنا في النهايات مجموعتين أمين فلاحظ هنا سيتم التفاعل وسيعطيني وسيعطيني لاحظ التفاعل ماذا سيعطيني؟ سيعطيني أمايد لاحظ المجموعة الوظيفية المتكونة سيدابل بند أو إن إيش وثم هنا تكون الأر إذن هذا هنا نايلون ستة وستين ثم بعد ذلك فقط جزيئات الماء لاحظ أن الأن التي ستكون قبل لنا الماء سيكون عددها مقابل لعدد تكرار في خارج القوس بالنسبة نعود للجدول وهو آخر مركب لدينا في الجدول هنا التفاعل الذي يحدث في التكثف ولماذا قلنا تكثف؟ لوجود المجموعة الأمين فيه فلا يصنف من ضمن التفاعلات الإضافة لاحظ هنا سيتكون لديه الأمايد ويتم حذ جزء ما إذن البوليمرات الناتجة عن عملية البلمرة في التكثف اللي هو في بوليور إيثان موجود فيه أو استخداماته في الأثاث في مخدات الفوم الطلاء المقاوم للماء وبعض أجساء الأحذية فتنتبه أن هذا المركب يكون فيه أو مجموعة المتكونة في مجموعة الأمايد إذن هو عبارة عن تفاعل تكثف وليس تفاعل إضافة ننتقل للتقويم هذا التقويم بدأنا فيه في الحص الماضي سنكمله اليوم بإذن الله ونعيد مرة أخرى يسمى الجزء الكبير الذي يتكون من العديد من الوحدات المتكررة هنا البوليمر يسمى التفاعل الذي ينتج عنهم مثل هذا المركب تفاعل البلمرة تسمى كل وحدات من الوحدات التي تتكون منها الجزء الكبير بالمونيمر عند معالجة البوليمر الطبيعي هو السيلولوز والذي يوجد فيه الياف الخشب بحمض النيتريك أنتج البلاستيك لأول مرة له سيلوليد ويتطلب وجود مادة طبعا محفزة كي تحدث البلمرة بسرعة ما قوله نقمل من هنا في بلمرة تبقى الذرات الموجودة جميعها في الناتج من هو التفاعل الذي تبقى فيه الموجودة في الناتج؟ طبعا في الإضافة أما في بلمرة فيتكون الناتج من فقدان إذن هنا سيكون التكاثف فقدان ماذا؟ فقدان الماء أكتب كلمة صواب عن يمين الجملة الصحيحة أو كلمة خطأ إذا كانت غير صحيحة تسمى المجموعة المتكررة من الذرات التي تنتج عن ارتباط المونيمرات الوحدة البنائية للبوليمرات طبعا هنا صحيح يمثل الحرف N عدد الوحدات البنائية في سلسلة البوليمرات أيضا صحيح ينتج النايلون من بلمرة الإضافة طبعا هذه خاطئ ينتج عن بلمرة التكث أرسم الوحدة الصيغة البنائية الآتية وحدة البناء الأساسية لتتفعل إنتاج البوليمر طبعا كيف تشتق الوحدة الأساسية في هذا المركب الموجودة في داخل القاس ما هي الموجودة في داخل القاس هنا لاحظ فلاحظ أن عندما أخرجها سأقوم بتبديل الرابطة الأحدية إلى رابطة ثنائية لاعتبار أنها في داخل البوليمر تم الربط من جهتين عندما تخرجها ستعود مرة أخرى للرابطة الثنائية ستقول أن هذه الوحدة الأساسية ووحدة البناء الأساسي تصنيع البوليمرات ملمونيمرات التي يلزم أن تتفاعل إنتاج كل من البوليمرات مثل بولي إيثيلين بولي إيثيلين إذن نشتق منها وهي تقول هنا إيثيلين بولي رباعي فلورو إيثيلين طبعا هنا الصيغة الخاصة فيه الجزء الثاني من السؤال بولي رباعي بفلورو إيثيلين سيكون رباعي بفلورو إيثيلين وهذه هي الوحدة سم البوليمرات الناتجة عن المونيمرات التالية لاحظ كلوريد الميثيل سيصبح بوليفينيل كلوريد طبعا ستضيف كلمة بولي ثم بعد ذلك الاسم فينيل كلوريد بعد ذلك CH2 دابل بوند C سيعطيني بوليفينديلين كلوريد طبعا سيعطيني أن نكون أو نضيف المقطع بولي أدرس الصيغة البنائية للبوليمرات الواردة في الجدول ثم أقرر هل تنتج هذه البوليمرات من عملية بلمرات الإضافة أو بلمرات التكاثف طبعا النايلون عندنا هو تكاثف بولي أكريل ونيتريل إضافة بولي يور إيثان وهو آخر شيء شرحناه كان عملية التكاثف وبولي بروبولين اللي هو إضافة إذا ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا تفاعلات البلمرات البلمرات بالإضافة البلمرات بالتكاثف والبوليمرات الشائعة في النشاط المنزلي وضح الفرق بين تفاعلين اللي هو تفاعلات البلمرات بالإضافة والبلمرات بالتكاثف إلى هنا الطلاب ينصل لإنهاي الدرسين لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته